اشتركوا في القناة وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفتن بين اصحابه حتى اكثر الكلام والتبين فيها كما اخبر ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابي داود فتنة الاحلاس والاحلاس جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير وقيل سميت بذلك لدوامها وطول بقائها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي هرب وحرب ايكون الناس في تلك الفتنة في بعضهم فرار من قتال وعدوة وبين بعضهم حرب وقتال حتى تذهب المال والولد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة السراء وهي تلك الفتنة التي تلي فتنة الاحلاس ويكون سبب وقوعها البطر واشر النعمة وكثرة المعاصي مع كثرة التنعم وما بالناس من الصحة والرخاء دخنها اي مبدأها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اولياء المتقون اي ان الذي سيسعى في اطارتها رجل يمتد نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه هذا لان الصلة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين هي تقوى الله عز وجل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي تليها فقال فتنة الدهيماء اي الفتنة السوداء المضظمة لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة وهذا كناية عن شدتها وضررها وشمولها لكل من شهدها واللطم الضرب على الورح فاذا قل انقضت تمادت اي كلما ظن الناس انها انتهت استبرت وعظمت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا وذلك لهولها وعظمها فتحطار معها عقول الرجال حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه اي حتى ينقسم الناس في تلك الفتنة الى فريقين فريق ايمان خالص وفريق نفاق خالص والفسطاط الخيمة فاذا كان ذاكم اي فاذا ظهر فيكم ذلك فانتظر الدجال من يومه او غده اي انها علامة ظهور الدجال وفي الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وفيه التحذير من الايمان الذي يشوبه النفاق